مرحبا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج من بيروت يلي دايماً بنحرص أن نحضركم فيه العديد من الفقرات القيمة والشيقة يلي رح نبدأ اليوم بمقابلة خاصة مع الفنان العراقي سيف عامر من ثم رح نشوف الفنان اللبنانية بفرح الشريم كيف غنتنا باللغة الكردية وطبعاً بهذه الحلقة أخ سيدة التغزي ماريبال حرب حبت تسلط الدوء على موضوع كتير مهم وهو ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال وطبيب الأفراد الجلدية والتجميل حسين ياسين حب هيد المرة أنه يخبرنا عن موضوع التعرق والصبوع العلاج وما أنه برنامج من بيروت دايماً بيحرص أنه يصلت الدوء على عدد من الأمور الرائجة في لبنان فاش رأيكم هيد المرة نتحدث عن موضوع تحويل الألباس إلى منزل صغير ومثل ما عودناكم دايماً أنه حلقتنا تنتهي بتقليل ميدانة فاش رأيكم هيد المرة نصلت الدوء على العصبية الزايدة عند اللبنانيين فبرأيكم من وجهة نظرون شو هو السبب لتعرفوا أكتر أكيد ما يقل لكم غير تتابوا حلقتنا رح نبلش حالتنا لليوم مثل ما سبق وذكرنا بمقابلة خاصة مع الفنان العراقي سيف عامر يلي بداية حبينا نوجه له عتب عدد كبير من الجمهور يلي بيعتبر أنه كتير مكل بإطلالاته الإعلامية إن شاء الله كل ما تتاح لنا الفرصة كل ما يكون مجال عملنا صح ويا الناس الصح هراح نوصل لرسالة الفنية الحقيقية بصورة صحيحة إن شاء الله وقتاني لسيف عامر وقال نالو لاحظت أنه وقت عملت بحث على اسمك على جوجل أنه وجدت أكترية أعمالك الفنية هي الطاغية يعني من نادر جدا ما يكون في إلك أي موقف فني أي الحمد لله والشانت يعني فارغ لهذا الجانب الألحان الموسيقى التصويرية والألحان والتوزيع وبينما أنا أغني كل فترة أنزل مني ألبوم أو سيزن وان سيزن تو هسن نزلت فمستمرين إن شاء الله بالفترة القادمة ورح نكثر بالإعلام إن شاء الله وطبعا كان عندنا الحشية نسألوا لسيف عامر إذا كان إطلالاته الإعلامية الخجولة وإبتعده عن وسائل التواصل الاجتماعي سوا بالأساسة خوفه من انتشار الشائعات لا بصراحة أنا مو يعني أخاف من هذا الجانب بالعقس أنا مجنة يعني فاضل هذا الموضوع يعني هذا الجانب ما فاضلة ولا يعني بالحسبان مخليه أعرف النجاحات وفيو قوي أجيب بالأغاني والأعمال اللي يعطيها للنجوم اللي الفنانين وكل فنان يأخذوا غنية يتوفق بالعمل بس أنه أنا يعني مجنة مفرغ نفسي لهذا الجانب الإعلامي وحبينا نمزح معه شوي لسيف عامر وقالنا لوتا بقبرنا هلأ ما أنه عم نجري معك حوار شو يلي غير وجهة نظرك بهيدا الموضوع لا لا مو غيرت بس يعني صار بعض الانتقادات على هذا الموضوع لازم تظهر لازم العالم تعرف أنت سبب نجاح فلان فنان أنت سبب نجاح فلان مسلسل أنت سبب نجاح فلان قناة فلازم يظهر هذا الشخص في الإعلام العربي كافي والنيل لسيف عامر بنفهم من كلامك أنه أنت اتناعت أن هذه الأيام هي عصر السوشيال ميديا وهذا سبق قلت لش لازم نشتغل ويا الناس الصح رح نبدأ نشتغل ويا ناس صح نوصل الصورة الحقيقية للفن وهي رسالة بالصورة الصحيحة أما شو كان رأيه لسيف عامر بس قلنا له أنه في عدد من الأشخاص بيعتبروا أنه العمل الفني لا ينجح في سرعة لازم يتم التعامل معه الحمد لله بس هذا الموضوع أنا ما أفكر بي طبعا بصراحة إن يجين الفنان كل ما تكون إحنا نقول الفنان كل ما يكون محترم كل ما يكون إنسان راقي تعامل معي رح أقدم له شي الصحيح ويتوفق بعدها يتوفيق من رب العالمين والحمد لله واسترسلنا بحديثنا مع سيف عامر وقلنا له تب بيناتنا أنت قدمت أعمال فنية كتير مع عدد من النجوم أي عمل اندمت أنه عطيته لغيرك والتيارات أنت قديته ما ندمان أبدا أكيد فيه أبدا والله ولا ندمان على أي عمل بالعكس اللي أقدمه يعني اللي أقدمه أنا والدي أعطي كل مستوى جميل وبخصوص النظرات اللي اشتهر فيها سيف عامر فالنيلو لمنوا بيعتبروا أنه هي صارت رند مارك بإسمك فبرأيكم كيف فعلها؟ واللهي نحن دائما نبلش بالشغلة وبعدين يجي التقليد نحن نعمل وأنتم تقلدون ونعمل شيء جديد وتستمر القصة كما هي وبختم هالمقابلة الشيقة مع سيف عامر أكيد حب يعطي وعد لجمهور العراق فبرأيكم شو كان؟ واللهي أقول إن شاء الله القادم أفضل وراح تكون ألوان جديدة من الألحان الجديدة محضري إن شاء الله اللي يعني لما بدك تصرح لنا شو خايفنا الحسد؟ نزلنا سيزن توم اللي هي ثلاثة أغاني على قناة رسمي طبعا وكل فترة حنزل سيزن بس عندي بعض الأعمال مع نجوم عرب مع ملحنين عرب اللي هو مع الفنان الملحن المصري صانع المهرجانات إسلام شندي وهنا رح ننتقل لمقابلتنا الخاصة مع الفنان اللبنانية بفراح الشرام يعني متل ما شفنا إن أغنيتها الجديدة قلبي إيلو تصدرت لتراند وحتى نافست الأغنيتين الجديد طبعا نجمتين هيفا وهبة وننسي عجرام قلبي إيلو هو عمر الحلو يعيوني تغزالو بجمالو ادحكي حالا قلبي شافو بكالا فتعوا بداية حتى نشوف كيف جاءتنا فراح بس غنتنا باللغة الكردية فمن بعد ما سمعنا صوت الحلو لفرا باللغة الكردية أكيد الحشية دفعتنا نسألة كيف تعلمت هالأغنية أنا صراحة بغني كل شي يعني كل الأغنية بتقطع قدامي بيعجبني لحنة بفتش على كلامها وبرجع بغنيها فبغني كردة بغني هند بغني تركل وقطعناها لفرا حشريم وسألناها تمنوجة نظرك شو يلي ميميز الأغنية الكردية عن غيرها من الأعمال بلغات أخرى أعجبتنا الغنية وفيها أحساس كثير حلو واللحن بيجذبنا كثير فبيصير عندي حشرية فتشوف الكلام برأيكم هل حبت تطلع فرح على عادات إكليم كردستان وتقاليده وخاصة فيما يتعلق بزي الكردة؟ أكيد أنت بس تفوت تعمل تشوف الغنية وتشوف الحضارة الحالة بتصير تطلع لك يعني بتصير تعرفة الزي بتصير تاخد فكرة عن الألوان هلأ فتلك انتباهك الزي طبعا؟ أكيد حلو وصرسلنا بحديثنا مع فرح وطبعا سألناها إذا اليوم تقدم لك إزاي الكردة كهدية هل معقولة ترتدي وتغني بالكردة وتنزل فيديو خاصة إليك على تيك توك؟ بتمنى بس يجيني هيك الشيه دي تغرب البصة بصور فيها تيك توك ومن بعد ما اتطرقنا مع فرح على بعض الأمور الخاصة بإكليم كردستان فالشراء يكون هذه المرة نصلت الدوء على غنيتها الجديدة قلبي إلو هذه الأغنية كانت تعاون كتير حلو مع رفقاتي اللي كتير بحبهم وعزين على قلبي كلماته ألحان الفنان محفوظ الماهر وتوزيع حسام مصطعبي هذه الأغنية عملت بطريقة كتير سلسة يعني صديقي محفوظ الماهر عمل لي إياها هيك كيف شايف فرح عمل لي إياها للأغنية هيك مثل ما هو شايفني مثل ما بيشوفني على الفيديوز كتير حبيتها للغنية أول ما سمعتها منه وقلت خلصها الأغنية بدي أغنية مع أنه كانت مش أول أغنية بها تنطرح بس رجعنا أطلقناها هلأ مع حلول لفصل السيف وحبينا نستفزة شوي لفرح وأكيد سألناها إذا كان تواجدها الفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي سهل لدخولها على الوسط الفني أكيد يعني تطبيق تيك توك كتير ساعدني وخاصة على موقع يوتيوب يعني هلأ صار فيك أنت تعمل أي غنية أنت بديك إياها وتنزيها على وإذا نجحت الغنية وحبتها العالم منك لحالة بدأت تطلع بدون أي واسطة أي مساعدة من أي حدا ورجعنا قطعناها من جديد لفرح وقلنا لها بس ما فيك تنكر إنه حظك حلو أنت هيد الفترة لأنه عدد كبير من الفتيات عندهم صوت وموهبة مميزة ولكن لسوق الحظ ما عم يقدروا ينزلوا بالقوة يلي شفناك فيها إذا أغنيتك الأولى قلبي إله تصدرت لتراند مع أنه هي بدايتك يعني أنا كنت مفكرة كذا أغنية بدي نزلهم لحتى تنجح واحدة منهم ما كنت متوعى أول أغنية نزلها رح تلاقي هيدا النجاح وهلأ أكيد عتلاني هم بعدين يعني صار فيه هلأ بدو يكون فيه أعمال مدروسة أكتر أعمال متعوبة عليها أكتر تليق بالعالم وتليق بهال الحشد الهائل اللي أنا لقيته من الناس فأكيد كله حيكون مدروس نال الله راد وأكيد سألنيها لفرح الشريم إش في اللي خليها تنتقل من الزجل اللبناني يلي اشتهرت فيه للأغاني الرومانسية أنا ساقبة إن عرفت بالزجل سنة الماضي بس أنا بغني كتير ألوان تاني غير الزجل يعني أنا بحاول إن نوصل إحساسي قبل الزجل بكتير بس أنا ساقبة إنه نعرفت باللون الزجلي والتراسي فإذا بدك كان شي بوزيتف ونغاتف بذات الوقت شي حلو أكيد إنه فن راقي وأنا رجعت أحيايته بس كمان كان شوية صعبة علي لأنه ما قدرت إطلع منه بالسهل يعني كنت بس إذا بدك فيك تقولي ماشي بلبنان بينما على صعيد العالم العربي مني كتير معروفة لأنه مش كتير بحبه أو ما بيعرفوا هيدا اللون فأغنية قلبي إلو كانت موفقة وخلت يعني التراند اللي صار بكذا بلد عربي كمان خلتهم يعرفوني مش بس بلبنان هل كنت بتتوقع لأ صوتك حلوس هل كنت بتتوقع إنه راح تكون بهالسهولة بداياتك الفنية لا مش بهالسهولة يعني أنا كنت متوقع يحبوا الغنية الناس لأنه فيها كلام حلو وحنون وهيك إلا علاقة بالزواج وبالعرس فكنت حاسة إنه رح يحبوها بس ما كنت عارف إنه هل قد رح تصير تراند ورح تصير نمبر وان أما شو بيعني له إنه أغنيتها الأولى اللي بقلو نافست أغنيتين كتير كانوا ضربين على الساحة وهن صح صح لننسي عجرام وتيجي لهيفا وهبة فخري كتير كبير وفرحت مش سيعتني بهيدا الموضوع يعني أنا بس تشفت هيدا النتيجة كتير اتفاجأت وكتير مبساطة بحالي وحسات حالي بحلم أول شي يعني أنا لما بارح يمكن مش مصدقة بس كتير مبسوطة وهلأ المسئولية كبرت أكتر وإن شاء الله الأعمال الجاية كمان تعجب الناس يا رب وقلني لفرح يعني نفهم من كلامك أنه اليوم صار لازم نقول الفنانة اللبنانية فراح شرام أنا من أنا وصغير بحس حالي فنانة للصراحة ومن زمان بحاول أنه وصل أحساسي ووصل صوتي للناس تسمعوا هلأ الحمد لله بقلبي إلو حسات خلاص يعني أغنية مش زجل أغنية مش توراس أغنية سينجل أغنية أوريجينل لإلة بكل معنى الكلمة مش كوفر صونج مثل ما كنت غنى بالقبل فالحمد لله الشي كتير حلو وطبعا بالختام حب توجه فرح رسالة لجمهور العراق فبرأيكم شو قالت بدي وجه تحية لكل متابعيني ولكل الناس اللي بحبوني ولكل حضن حب أغنية قلبي إلو وبتمنى لكم كل خير يا رب مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد لا يستهان فيه من الأشخاص بعاني من مشكلة التعرق الزيد فش رأيكم هيدا المرة نشوف طبيب الأمراض الجلدية والتجميل دكتور ياسين شو خبرنا عن هيدا الأمر صيفية وشو بكتير كتير أشخاص منذ يتعرضون للتعرق الزيد مش بس بمنطقة تحت الباط كمان ممكن انها تصيب منطقة الإيدين الإجرين ومناطق أعدة بالجسم تعدديت الأسباب ومن أكثر الأسباب اللي ممكن نشوفها هي أسباب برايمري كوزيس للهايبرهايدروزيس يعني ما في عنا سبب واضح بس نحن جينيال ممكن نكون عم نتسبب لنا جيناتنا تعرضو زيد وكان من اللافت انه دكتور ياسين حبي يخبرنا انه في بعض المأكلات بتساعد بالزياد التعرق برأيكم شو هي؟ أما الأسباب الثانية اللي ممكن كمان تسبب تعرضو منا المأكلات مثل الكافي التي شكلت وغيرها من سبيسز أو غير المأكلات كمان ممكن انها تساهم بالتعرضو زيد كمان ما بدنا ننسى انه في ادوية معينة مثل ادوية الضغط أو الديبراشن اللي هي ممكن كمان تزيد عنا احتمال التعرضو الزيد كمان في كتير اشخاص عندهم مشاكل بالغدة اللي بتعلي نسبة هرموني TSH ولي بتسبب تعرضو زيد كمان في اشخاص عندهم مشاكل بالسكري أو سترس زيد كمان ممكن يزيد احتمال التعرضو ما بدنا ننسى كمان الامراض السرطانية تيبركولوزيس اللي هي مراد السل وغيرها كتير من الامراض اللي كمان ممكن يسببوا تعرضو زيد من هون اهمية انه نستشير طبيبنا تنعرف اذا في عنا اي سيجندريكوزيس للتعرضو قبل ما نتوجه انه نعالج التعرضو بشكل محدد وطبعا بما انه اضطرنا للمشكلة فاكيد من البديهن اضطرها لصبو العلاج برأيكم كيف ممكن نحل هيد المسألة اختلفت العلاجات للتعرضو من اكتر العلاجات الشائعية اللي منشوفها كل يوم عنا واللي منعالجها بالكلينك هي تعرضو تحت الباط تعرضو تحت الباط صار علاجو الباطاكس اللي هو منعمله جلسة مرضى كل ستة شهر لسنة حسب درجة ونسبة التعرضو عند كل شخص وهيدا التريتمينت بيقدر انه يعمل بلوكج لسوت جلانز حتى اللي ما تكون عم تفرز عرق زيد كما في كتير اشخاص مش بس عندهم تعرضو بمنطقة تحت الباط كمان عندهم تعرضو زيد بمنطقة الايدين والاجرين لهو الاشخاص عنا تقنية الايونتوفوريزوس اللي بتعتمد على الالكتر كورنت سوالبيشنت بيجي بحط ايديه واجرائه ببوكال بيمرق من خلاله الالكتر كورنت هيدا الالكتر كورنت بيكون لو فولتج حتى اللي يكون عم بيوقف عمل الغذي اللي بتفرز تعرضو زيد كمان ما بدنا نسى انه فيه كتير تقنيات تانية ممكن ان تسبب تعرضو زيد مثل تقنيات اللي بتعتمد على المايكروويف ترافي او حتى فيه سورجيكال تكنيكس كمان بتساعدنا لانه نتخلص من التعرضو زيد سو اكيد انا بنصحكم انه تكون عم تتوجهوا لانه تستشيروا الطبيبكم الخاص اول شي حتى نتأكد انه ما فيه اسباب تانية للتعرضو وتاني شي حتى نكون عم نتخلص من الاحراج اللي بيسببوا التعرضو زيد حبت اخصائيات التغذية ماريفال حرب انه تتحدث هيدا المرة عن موضوع ارتفاع درجات الحرارة عند الاطفال فبرأيكم شو قلتنا عن هيدا الامر؟ اليوم اللي احنا تناول الموضوع كلنا منعاني منه كاهل اللي هي الحرارة المرتفعة عند الاطفال الحرارة هي صين كتير منيح انه جسم الطفل عم بيحارب انفكشن او بكتيريا او فيروس معين فاذا نحنا ما لازم نخاف بس اوقات الحرارة بتصير كتير مرتفعة وهذا الشي بيولد عنا خوف وبنصير حاسين ما نعمل كل شي لتوطى الحرارة اكيد بجانب الادوية فينا بنزامنا الغذائي او بالاشي اللي منعطيها للطفل نكون عم من ساعده وحبت ماريبال حرب تخبرنا انه ارتفاع درجات الحرارة بتتزامن مع معاناة الطفل ببعض العوارد برأيكم شو هي لازم نعرف اول شي انه لما يكون مرتفعة الحرارة عند الاطفال هيدا الشي بيولد عنده ضعف بالأبتايت او بالشهية فاذا نورمال الولد يقول لا ما بدي كمان بيولد عنده التيست بيتغير بيحس انه شو ما يأكل مش طيب او حتى الاسس اللي هو دايما بيحبه وبيطلبه فيها تكون البونبون الشوكولات المارشمالو اللي هنا كتير بيحبون الاطفال بس تكون الحرارة مرتفعة بيحسوا انه غير التعمتهم وبقلوا يتقبلوهم هيدا الشي كتير نورمال وطبعا ماريبال حب التعطيب بعض النصائح الغذائية حتى نساعد الطفل اذا كان عم بعيني من ارتفاع درجات الحرارة شو الاشياء اللي فينا نكون عم نعطيها للولد لنساعده فينا دايما اذا عم نقدم طبخة ما نكون عم نقدمها كتير صخنة للريحة ما تكون قوية وحس بلا عين اذا كان مع الفيفر عنا لا عين فينا نكون عم نفوت البصل والتوم اللي هنا كتير اساسية لمحاربة الفيروس والبكتيريا شو ما كان سبب الحرارة بيساعده انه يحاربها الزنجبيل او الجنجر المزبوط طعمته حده بس فيها نعمله دليا او ما يكون كتير كمية كبيرة منغل النعنى او حتى اوراق الحبق بيانت الدراسة انه بيساعده السوائل اساسية خاصة نشرب الماء يعني اذا الولد قد نهاره بس عم بياخد ماء وكمية كتير قليلة ان الاكل هذا الشي نرمال ما بيأثر اذا الحرارة مرتفعة مهم نرائب دخوله للحمام ونرائب حركته للطفل ودقت ماريبان نقوص الخطر وقالت انه لازم كل ام تنتبه على بعض الامور الغذائية يلي من المفترض ما يتناول الولد اذا كانت حرارته مرتفعة اهم الشي نكون عم نحاري بالحرارة انه نكون عم نخفف المأكلات الغنية بالدهون والدسم يعني الاكل من بره المأكلات المائلية البطاطا البرجر البيتزا لانه نحن نكون عم نخلي جسم الطفل يحرق كتير وحدات حرارية اذا تقبل يكلهم اكيد على هدم كمية كبيرة من الدهون ايضا كوننا نغنيين بالسكر هذا الشي لح يولد انفليميشنز اكتر بالجسم ولما تكون الطاقة عم بتروح اكتر لحرق الدهون ونكون عم نخفف استهلاك الطاقة بجسم الطفل لمحاربة الامراض فمهم انه نبتعد على المأكلات الكتير تقيلة وختمت ماري بال حديثة معنا بتصديد الدو على بعض انواع البيتامينات يلي من المفترض انه الطفل يتناوله واخيرا الفيتامين المهمة نعطيهم للاطفال لما يكون عندهم حرارة مرتفعة الفيتامين اي الفيتامين بي اللي هو موجود بكل شيء امحة كاملة الفيتامين اي اللي موجود بالدهون الصحية للجسم وطبعا الفيتامين سي اللي بيأوي المناعة والمحاربة للامراض عم نحكي بالحمديات الليمون الفراز اذا بيحبوها لولاد الفليفلة ايضا والليمون ما راي يكون هيدا المرة ننتقل لمنطقة اهدن وتحديدا حتى نشوف موضوع كتير رائج هيدا الايام بلبنان وهو الكامپنج ولكن بالباس اذا راح نشوف انتوني دويهي كيف قدر يحول الباس الى منزل صغير اشتركوا في القناة 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 صغيرة بلاش تحضر فيها وعملها وصار هلأ مشروع كامل. يعني كيف اجت الفكرة لتطورت وصلت له هيدا المرحلة؟ اجت الفكرة من وقت كورونا كانت يعني المطعمة مسكرة القصص كلها تغيرت الحياتي يعني متل ما بيقولوا صرنا اكتر عم نروع اعدات فيه سنسيت فيه 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 طبيعة فيه نار صرنا نروح كامبينج اكتر روح نخيم وكل مرة نروح مثلا ما يكون ناقصنا غراد نكون بدنا شاغلات ناسينا او شي وننام نومي مزعجة نهار يروح نهارنا كله لانو نعسانين معنمنا منيح. صرت انا حب كان عنا فان عطيقة صرت حب اني اني يجرب اجمع فيها كل اغراضي وطورها وعملاتها تكون فيها كل حجاتي الشخصية وانطلقت هايك الخبرية يعني وصرت كل مشوار مثلا اخد معي شي مثلا زيادة مثلا هلا نقصني دا ونقصني حطب نقصني شي كل مرة اجيب شي تا يكون انا عندي اخر شي هايدي الفان اللي فيه بقلبة كل شي ومن بعد ما بلاشت فيها كتا روح فيها انا كانت ردت العالم حلوة كتير يعني ردت فعل العالم حلوة وبلاشت عملتها شغل انا لقلي يعني صرت صرت تزيد وزيد وطور قصص برا وعمل قصص مسلا تا العلم تتصور فيها وهالخبار يعني. واكيد سألني عشو بيحتوي هيدا الباس اللي تحول لمنزل صغير. اه مقصمو بي يعني هو كتير صغير وانا مقصمو بي باكتر طريقة يعني ممكن يسيع كل الاساس يعني حاطت مجلة فيه حاطت جاز فيه حاطت عمل غزانات تحت ونبقلبن كل شي عدة مطبخة اذا حدا شي كوبل مسلا مع بالان يحضروا واكل هني او يعملوا شي عامل عامل مسلا تخت بقلبه مسامحات تسبيكرات مشان زا حدا عابلو يسمع ميوزك او شي كمان يقدر يستفاد من هالشي وعمل ديكوريشن خشب وعازل الخشب عن حديد الفان كرميل اذا الفان مسلا مصحوف بالشمس ما ياخد حرارة تاني نهار يدل الناس قدرين ينامو بطريقة مرتاحة. اما كم شخص بساع فهيك قالنا. هلا هو بساع شخصان كنومة بس كجروب فيكون في جروب قدامه عشر اشخاص فيكون وعشرين شخص. وكان من اللافت انه انتوني ما غفل عن موضوع الرومانسية وحب يكون فيه مكان مخصص لغروب الشمس. مزبوط لانه هدا اكتر شي عم بيكون يعني العالم اكتر شي بحاجة لهذا الشي وهدا طلب الناس انا عم بمشي حسب طلب الناس. اهدا مميزة بارتفاع بارتفاعه وباطلاله على البحر. يعني من اهدا انت بتشوفي البحر بتشوفي بتشوفي احلى منظر اذا بدك. وانت بزات الوقت بتشوفي اهدا من هيدا المنظر. ركزت على هيدا الموضوع لانه العالم عنده هيدا الطلب وبرأي انه انه اذا حدا من الفردان بده يعمل سوربريز للتاني او بده يعمله شي بمناسبة معينة بس يشوف هيدا الشي الحلو ما بيتردد ودغري بيحجوز عنه. واكيد كان عنا الحشيين اسأله عن كافية اختياره للمساحات يلي بيوضع الباص عليها وبصير الكامپنج. هلا هي الفكرة كان فيها صعوبة كتير بالاول بالبداية. بالبداية كنت روح انا صف فان وروح امشي تا ارجع دبر راجعتي عالبيت او شي. يجو الناس صف لان فان مثلا بهايدا الوكيشن وروح انا. طورت الاسأ صرت عم فتش على الوكيشن اني انا كون مرتاح في كون لقلي او شي. وصرت يعني في ناس من المنطقة قدمتلي ارد في ناس اجرتني ارد. وصارت الخبرية بهيدي الطريقة يعني تا صار عندي انا بكل نقطة باهدين. يعني لازم يكون القاعدة برا حلوة. لازم يكون الكراسي حلوين. لازم يكون منظر حلو. لازم كل شي يكون حلو. اخترت محمية حرش اهدن لانه هي احلى شي باهدن يعني. اخترت قدمة فين يكون قريب عليها كرمال تكون ميزة. وكمان الناس اللي بتجي لعندي تقدر بي زيت الوقت تاني ها تروح تمشي بالمحمية تتعرف على المحمية. تاخد صور بقارب المحمية لانه شي كتير حلو انه الواحد يروع محمية حرش اهدن. وبختم حديثنا معه لانتوني اكيد حب يوجه رسالة لكل السواح يلي بيحبوا يمارسوا هواية الكامپنج. احنا اكيد اول شي المنطقة هون كتير امنة. البلدية بدل تعمل دوريات بقلب المنطقة. ولا مرة بيصير اي اشكال بالمنطقة. بخصوص الحشرات وهالخبار نحنا من رش منتابع رشاتنا كرمال هذا الموضوع. ولا مرة شفنا اي تعليق بهذا الموضوع. وانا بشجع اكيد كل السواح اللي بيترددوا يعملوا هذا الشي. بشجعهم انه بخبرا انه انه في كتير ناس كانت متردد دي انه تجي على هيك شي. وما قلل جلادي الكامپنج وما بتحب هالقصاص. بس اجيت ويمكن عادتها مرة واثنين. وكان احلى شي عملته. يعني هادا شي اكسبرينس ما بتنتصر. هادا شي كتير حلو بيعملوه. ولو مرة جربوا بنصحن انه مايروحوا بس على المطاعم وع السهرات. كمان يجوا على هيك شي. وهني الربحانين. وهلا وصلنا لنهية حلقتنا لليوم يعني دايما متل معاودنا يكون نحرس ننهيها بتقريل ميدانة. فاش راييكم هيدي المرة نصلت ادو على موضوع العصبية الزايدة للليبنانيين هيدي الايام. حتى نشوف لشو ارجعوا السبب. وهل مظبوط متل ما عم بينحكها انه الكواكب عم بتعاكس عدد كتير كبير من الابراش. اذا حبينا تعرفوا معنا شو قلولنا وشو الامور الطريفية اللي خبرونا اياها. ويالي ارجعوها لسوق الحظ عندن. اكيد ما لكم غيرت تابعوا تقريرنا. عادي يعني كل العالم عند عصبية. منورة الاوضاع اللي نحنا فيها. والوضع الاقتصادي. ووضع البلد. والوضع السياسي. منزفت عكل العالم. شو بدك تعمل. كل العالم عايشي بعصبية. ما بتلاقي بات اللي ما فيها عصبية ابدا. شو بدك تآمن لبتآمن. اذا ببتعد تآمن بكل شي بتمشي وبتغمد عيونك. ما انا على طول وقت كن بالبيت ما بقعد بالبيت. بحمل حالي بروح البحر. ايه على طول. مشان ما انسى كل شي. انسى كل شي. اولا هو الصيف شوية واحد اعصابها تحمي. اثنين الاوضاع اكيد الاقتصادية ببلدانة العربية شوية. يعني ما يعني قلة الاماكن الترفيهية. لذلك احنا مثلا بالعراق دان نجي لبنان. كاجواء البحار اجواء الصيف. مع هذا يعني تبقى هي الاسباب الاقتصادية رقم واحد. ضعف السياسة اكيد ببلدانة. شاء الله تتحسن احنا شنريد يعني هذا. يعني انا كابسط مثال الكهرباء يمكن حتى بلبنان شفناها تنقطع. مو مستمرة. ببعض الاماكن. ببغداد كذلك بالعراق يعني بصورة عامة. فهذا سبب رئيسي وحرارة الجو والصيف. الابراج والله صراحة لحد فترة قصيرة يعني ما كنت يعني اؤمن بموضوع الابراج. بس صارت لي كم شغلة اه يعني اعتبر هذا فد علم يعني حقيقي. حاليا اأمن اي. لان كم شغلة قرأت على برجي وفعلا طلعت مضبوطة. توتر الكهرباء والماء اوضاع المعيشة. وكل شي بها البلد. كله توتر بتوتر. بعد الشي اللي عم شوفوا اي عم بالواحد بعصب من غير اراضي يعني. لا ما بآمن بالابراج. بآمن برب العالمين وبس. ابراج ابدا ما بآمن فيهم. لا ابدا. انا ما بآمن فيهم. ما بآمن فيهم. هو حر. انا ما بآمن. والله اشي كتيري ما بتلعاد. اكتر شي هي بالبلد. اعصاب. قلة الادوية. قلة الاكل. قلة النوم. قلة الشغل. قلة الصداقة. قلة الصحبة. ما فيك تصدق حدا. اي شي صار بتنقرز بتعصي. بتنقرز. بتروح معك يعني. الله يستر. بس يكتروا الحبوب. يا عمونا هني حتى نعرف النام. ما في الشعب اللبناني كله عايش على الحبوب. ما الدنيا برميت. بعدها متل ايام زمان. مبصرين ايام زمان راحي. هلا ما احدا بيعرف يبصر الا الله. اسباب العصبية الزايدة المعيشة. الولد بيطلب ما بيكون معك مصاري. بيطلع لأخي لك سير عصبي. حقرب تتخبز. حقنين تغاز. الشغلات هاي دي. هاي دي العصبية الزايدة. اللي بتصير عند الانسان. انسان بيموت عنده واحد. بد يدفن و بده هاي. ما معه مصاري ما معه الشي كمان بيصير عصبية ازاي دي. ما بقى لا. كذب المنظمون لو صدقوا. هاي دي حكاية. والله نتيجة الاسباب الاقتصادية والنفسية اللي عم عيشة المواطن اللبناني. كل الازمات اكيد رحي يعني فيه سبعين بالمية من الشعب اللبناني مصاب بشيء اسمه اعتلال مزاجي. هيدا بده علاج ما بيسوى. يضل مضغوط هاك الشعب يعني. اكيد لا انا ما بقامن بالابراج يعني كل حركة كواكب وما بعرف شو. لا ما بقامن في هم هولي ما خص. فيه ظروف حقيقية عم يعيشها وهي اللي عم تسبب بهالعصبية الزايدة والوضع النفس السيء. طبعا الوضع ما بيسمح للواحد اصلا يكون مهلنا بحياته. يعني منحاول بس ما عم نقدر. خاصة بعد هالوضع كمان اقل شي عم بيخلينا هاك يعني فجور. هلا انا بقرا عن الابراج وهيك. انو عن تريدس وهيك. بس ما بقامن انو بالاحداث اليومية انو خاصة بالابراج او شي. الوضع الاقتصادي بيأسر شوية. واللبناني معروف انو اكتر انسان ريلاكس بالعالم العربي. بس الوضع الاقتصادي اللي سترس اللي عم بصير. الضغط اللي عم بصير عالناس. خاصة موضوع الكهرباء يعني هاي دي ازمة الازمات. واللبناني ما تعود يعيش هيك بهذا الزل وبهذا الانحطاط الاخلاقي من اللي عم يتعامل فيه الليبناني. فبدو ينعكس سترس. بدو ينعكس عصبية ومشاكل بالطلقات. هلا انا ما بقامن لا بالكواكب ولا بالابراج بس علم الفلك علمواسع. يعني اذا ما انا نطرع لقله ما رح نقدر نعمل هيك انعكاس على الوضع بالشارع وبالارض. ما بعرض عزا بيأثر هشي بس. انا ما بستبعد أي دا الموضوع. صراحة اه ا احنا نحنا صحيح انو عايشين بوضع اقتصادي سيء وصعب. اه بس الاسعب والأمر من هيك. من السلطة السياسية القائمة بالبلد. اللي هي عم تتعاطى كمان على مصلحة ضد مصلحته وضد بناء اقتصاده وخدماته ووضعه المعيشة اللي هو طبعا يعني نحن الواقع السياسي اللي بنعكس على المبدأ الاقتصادي اللي نحن عايشين فيه بالبلد بلبنان صراحة يعني أنا بحمل المسئولية وعكامل المسئولية السياسية والواقع اللبناني للأحزاب لأن الدولة هي من باسقة من الأحزاب والأحزاب صراحة هي الأغلبية على القاعد الشعبي باللبنان وصراحة نحن شفنا بكل هذا التغيير يعني اللي كل واحد بيزايد على التاني بالواقع اللبناني ما بيزايد إلا على جماعاته وعلى مصالح شخصية والدليل على ذلك نحن بالانتخابات اللي حصلت الأخيرة اللي كان لازم يقبضوا الواقع السياسي بواقع تغييره جده وبكل ضمير ومسئولية على مصلحة الناس وإن كانت الناس يعني هي بتتأقلم بحركة السياسيين والأحزاب من خلال الإعاشة ومن خلال الدعم المادي ومن خلال المحسوبيات والمصالح المتنوعة صراحة بين فئات الناس والشعب للأسف الواقع اللي نحن عايشينه واقع مرير من الأحزاب ومن السلطة بعدم مصدقية وبعدم شفافية وبعدم ضمير مضبوط هلأ فيه أمور كتير صارت عبت تضغط على اللبنانة من الناحية الاقتصادية الوضع المعيشة كل هول الأمور عم تخلي المواطن يصير عنده حالة من العصبية ما عم بيقدر يتحمل حدا بيكونوا ماشي على الطريق بيصير أي كلمة مع حدا تاني بينزلوا حيدعوسوا بعضهم من هالعصبية اللي عم بيصير هني بيكون تنيناتهم أحليون يعني أشخاص نفسيتهم حلوة وهيك بس ولكن الضغوط اللي قلتلك أنا هي اللي عم بتأثر على نفسيتها العالم كلها لا لا أنا من هالناحية هول اللي بيحكوا بالأبراج و هول الأمور أنا صراحة ما بأمين فيهم لأنه كل شي بيصير أكيد في سبب وراه عصب يبخل داية تعمل لها شو أسباب العصبية ما في شي ضابط كله فوق بعضه كله فوق بعضه بيعمل استراز أنا بيص عصي بفل حسب وهم كون بأي محل بفل حسن ما زعل حدا حسن ما حدا يتدايق فبعمل حالي بفل ما بأمين بهدول القصص بس بأمين بشغلي أنه الإنسان بيتلون حسب ما بيتعود بيقوله أنه والله برجل كذا هو طبعه هيك فبصير يتلون مثل بيقوله بس أنه حركة الكواكب والأفلاك بتأثر عليك وما بعرش شو إنسان هيدا حكي ما قاله عازه طلا يمكن اليوم ما بعرف توصل معي لهون الوضع المادة ووضع البلد المحيط اللي حواليه يعني في كذا سبب صراحة صراحة بعصب ضغري هلا هادي الابتسامة بتغش بس بعصب ضغري ها 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 ه هلا ما بعرف إذا حدا بيحكيني عن الأبراج بحس عن جد بدي استفز من هذا الموضوع ما بأمين فيها بس ما بأمين أنه يمكن مع غسيل الدماغ اللي ممكن يصير أنه بيصير واحد فايد بعالم الأبراج العصبية زادي هي من السياسة الغلا beatenen انا الحمد لله لا مش عصبية بس إذا عصفت منزل تتحالي بالبحر لا أنا ما بأمن بالأبراج بأمن بالحقاية الواقع الأبراج صارت كله خيالات وطوقعات هيدا الطوقعات ما بأمن فيها وهلأ وصلنا لنهية حالتنا لليوم دمتم بخير وطبعا مثل العادة ما لكم غير تلقونا الأسبوع الجاي بنفس التوقيت ترجمة نانسي قنقر